السلام عليكم أولاد نحن نارده إن شاء الله سنبدأ نخش مع بعض الدرس الجديد اسمه النشاط الإشعاعي والطاقة النوية كلنا عارفين أولاد أن العناصر تتكون من زرات وأن العناصر تتكون من زرات وأن الظرة تتكون من نواة مغابة الشحنة من الإلكترونات متعدلة وبروتنات مغابة وإلكترونات تكون سريبة الشحنة وده كل ما اخذناه خالص تمام؟ الظرة أولاد هي المسؤولة عن الخواص الكيميائية والفيزيائية لأي أنصر لأن فيها حوالها تكون إلكترونات سريبة الشحنة وكان فيه معلومة مهمة حضرتك تتخذها زمان بيقولك أن كتلة الظرة مركزة في نواتها لأن الإلكترونات أولاد كتلتها ضئيلة جدا إذا ما تقلنات بكتلة من النواة تمام؟ تاني حاجة عاملك أنه لازم حضرتك بعارف أن النواة مخزة للطاقة طب ليه يا مستر؟ ليه أن هي نواة جوائي؟ مش فهم يعني كلمة نواة مخزة للطاقة قال لك النواة دي هو تطاقة كبيرة جدا جدا اللي هي قوة الترابط اللي هو قوة الترابط اللي موجودة وتحافظ على استقرار العنصر اللي هي بتقدر أنها تحافظ على استقرار العنصر يعني مثل الاستقرار العنصر يعني مثلا أن الصجم عند حضرتك بيكون إن 11 إن 11 دا دول الأمر بيفضل إن 11 عمره ما بيتغير ألمونيوم 13 وهو زي ما هو تحادثون 13 عمره ما بيتغير ما خارسين 30 عمره ما الخارسين حيتغير حيبقى 31 فهو ده مع الكلمة استقرار العنصر طب إيه اللي بيخلي العناصر بتحافظ على استقرارها بالفترة الكبيرة دي أو بالمنظر اللي إحنا شايفينه ده قال لك العناصر بتحافظ على استقرارها بسبب القوة اللي موجودة جواها اللي هي اسمها قوة الترابط النوي واللي هي وصفتها أولاد إنها تتغلب على قوة التنوفر عشان كده لما يجي لك سؤال لك أعلل ماجي النواية مغزر للطاقة هتقول له إيه هتقولوا نواية مغزر للطاقة لأنها تنشأ داخل النواية طاقة تعرض باسم القوة الترابط النوي عشان تقدر تتغلب على قوة التنوفر الموجودة بين بلوتونات الموجبة داخل النواية جميل أوي يبدو القوة ترابط النواية من هنا هي القوة اللازمة لربط مكونات النواية مع بعضها وتعتبر مصدر الضاقة النوية الموجودة بعد ذلك اولاد بدأ موضوع انهم يكتشفوا ان فيه حاجة اسمها ظاهرة النشاط الاشاعي العالماء يكتشف اولاد ظاهرة النشاط الاشاعي حيث يكتشف انبهاز اشعة غير مرئية من بعض العناصر مثل عنصر الايرانيون لها القدرة على النفاس خلال المواضع الصلبة مثل الكلام انت حضرتك بتغيرها ده انا مش فهمه بص اولاد كان فيه عالم اسمه العالم هينوي بيكوريل الراجل ده اسمه هينوي بيكوريل الراجل ده كان عنده شوية افلام تصوير اي شوية افلام تصوير دول كان حضرتون الفوضوب وحط معهم شوية املاح من مدى اثماية اليورانيوم عندما اضعت عبارة الاملاح من مدى اثماية اليورانيوم دي بعد ان دو muffin الثاسج بالك Hypothups فالراجل استاغرب وبناها سبحان whether the Creator was alguém كان هو yenصر الاملاح اليورانيوم اللي هو املاح اليورانيوم نفسها يعني هي ان املاح اليورانيوم اولاد نفسها هي السبب في الموضوع دوت ان اليورانيوم بدأ ان هو تخرج منه اشعاعات الاشعاعات دي هي اللي تسببت فيه تلف الايه الاف اولاد طيب بعد كده اولاد بدأنا نحدد استقرار العنصر قال لك اللي بيحدد استقرار العنصر حاجة اسمها النسبة بين عدد اليترونات لعدد البروتونات يعني مثلا لو انا بكلم حضرتك على ان ايه مثلا 11 23 هتلاقي ان النسبة من عدد اليترونات لعدد البروتونات يعني هيقولك مثلا ان هنا اليترونات البروتونات يعني 12 الى 11 يعني تقريبا نسبة واحد وكسف فدي نسبة مصيفة جدا جدا فيقولك العنصر الى حد ما يعتبر مستقر فمن هنا العلماء قسموا العناصر لنوعين عناصر مستقرة وعناصر غير مستقرة لكن العناصر المستقرة هي عناصر تحتوي انويتها العدد من النيوترونات يساوي او يقارب يعني مريب منها شوية ومن امثلاتها زي ما انتو جاه فيين الكربون ومن امثلاتها الكربون السوديوم النيون كل دي اسمها عناصر مستقرة اما العناصر المستقرة هي عناصر تحتوى انويتها العدد يزيد عن العدد اللي لازم لاستقرارها ومن امثلاتها اليورانيوم والريديوم سيزيوم بولونيوم روبيديوم يعني ايه مثلا اليورانيوم 192 و 235 فده حاجة عندنا كبير جدا بعد كده اولاد هنبدأ نخش مع بعض بعد كده اولاد هنبدأ نخش مع بعض على حاجة اسمها الاستخدام الاستخدامات السلمية للطاقة النووية اسمها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تعالوا خده نشوف مع بعض واحدة واحدة يعني ايه كلمة استخدامات سلمية للطاقة بيقول لك اولاد ان في حاجة اسمها استخدامات سلمية للطاقة النووية اتقال هو بيستخدمها في مجالات كتير جدا اول مجال بتقدر تستخدمه فيه الطاقة النووية هو مجال الطب قال لك اول مجال هو عبارة عن مجال الطب وهو بيستخدم في تشخيص وعلاج بعض الامراض في السرطان تمام تاني حاجة مجال الزراعة وبيضي على أفات الزراعية وتحسين سريعات بعض النباتات مجال الصناعة بكشف على حيوب المنتجات الصناعية وتحويل الرمال إلى شرائع السيليكون المستخدمة فيها جهازة الكمبيوتر بعد كده ملاد في مجال توليد الكهرباء ألا جد عندك أي تفاعل نووي موجود في الكون بتطلع منه طاقة حرارية الطاقة الحرارية دي بتسخل الماء اللي حوالين المفاعل النووي فالبخار بيطلع يبدأ أنه يطمر على حاجة اسمها توربينات بتولد كهرباء بعد كده مجال استكشاف الفضاء في مجال استكشاف الفضاء بيستخدم كوقوت نووي من أولادها للصواريخ خلاج تصل القمر أو تجوب الفضاء مجال التنقيب اللي هو التنقيب عن البترول والمياه الجوفية بعد كده أولاد في عندكو حاجة اسمها التلوث الإشعاعي وهو ارتفاع كمية الإشعاعات والنوعياتها في البيئة ماشيئية وحدة القياس اتغيرت دلوقتي معكب الواحدة القياس ببعيدش موجودة بالمنظر دوت فهنشيت بس الجزئة دي والاتلوث الإشعاعي هو ارتفاع كمية الإشعاعات ونوعياتها في البيئة هو عبارة عن ارتفاع كمية الإشعاعات النوعية وزيادة نوعياتها في البيئة إنه علماء قسموا غدا مش موجود عندنا خلاص مصدر الطبيعية قال لك المصدر الاشاعه للموجودة عند حضرتك مصدر طبيعية ومصدر صناعية مصدر الاشاعه لن المصادر الصناعية هي النفايات المشاعة الناتجة عن المفاعلات النووية ونوادك تجارب تفجير القنابل النووية التي تجريها بعض الأدواء هذه عبارة عن مصادر التلوث الإشاعي وهي المصادر الطبيعية والصناعية بعد ذلك أولاد سنتحدث عن حادثة أو فاجعة حصلت اسمها انفجار مفاعل حدث في 26 إبريل عام 1986 نتيجة خطأ فني في التشغيب في روسيا خطأ فني في التشغيب انفجار مفاعل اسمه مفاعل تشيرنوبل المفاعل ده قدى إلى تصرب الكثير من العناصر المشاعة وكونت صحب زرية حاملاتها الرياح إلى مهظم دول أوروبا مما قدى إلى سقوطها مع الأمطار أو سقوطها الجافة على الأرض وتلوث التربة والنباتات بالعناصر المشاعة بعد ذلك أولاد زي ما انت حضرتك شايف ان لما المفاعل ده انفجار بدأ ان هو تخرج منه حاجة اسمها غبار زري تراب زري يعني التراب الزري ده بدأ يحمله الصحب بدأت الغبار ده ويتجمع ويتجمع مع بعضه ويبدأ ان هو يحمل صحب ويسكت في الأكل على أية أمطار لما سقط على أية أمطار طبعا أكل منها زي ما احنا شايفين البقر والجاموس والماعز وكل دوت لما بدأ ان هما يكلوا من الكلام ده كله هلو الكلام احنا انتقل إلينا عن طريق مثلا ان احنا كلنا اللحوم جبنا زبدة عملنا منها شكولاتة لبن أطفال فبدأت الإشاعات تنتقل إلينا بدأت الإشاعات أولاد تبدأ انها تنتقل إلينا والار ما بقى التأثيرات التي ضددة على الإنسان؟ قالك بيختلف بتأثير الإشاعاتудь 절 الجميع باختلاف كمية الإشاع مع準 كمية الإشاع وزمنIC العرد للإشاع فبالتالي أنا ممكن أعыс على تأثيرات الإشاع 若غ Lancet أول حالة تأثيرات نتيجة التعرض أنا بتعرض لكمية كبيرة في فترة زمنية أسيارة كمية كبيرة في فترة زمنية أصغيرة بيودي إلى تلف وتدمير نخاء العظام والطحال والجهاز الهضمي ونقص عدد كرة الجمع الحمراء وطبعا نقص عدد كرة الدم الحمراء بيودي إلى الشعور بالإعياء وغثيان ودوار وإسهال وحدوث التهابات متنوعة في الجهاز التنفسي تلعي حاجة تأثيرات نتيجة للتعارض لجرعة صغيرة في فترة زبادية كبيرة زي تأثيرات بدنية تغيرات بدات رؤى على جسم الكهن الحي تأثيرات وراسية تغيرات بتركيب الكروموسومات الجنسية للأباء وأننا بالتالي حانتك أطفال مشوهين أو غير عاليين بعد كده أولاد لو أنا حضرتك هتكلم على تأثيرات الخلوية قال لك فساد الخلوية أننا بعمل تغير في تركيب الخلايا لمجنوبين الدم فأصبح غير قادر على حمل الأكسجين طيب بيقولك طرق الوقاية من الإشعاع أننا حضرتك عشان تقي نفسك من الإشعاع أول حاجة عدم التعرض للإشعاعات النوية أنت ما تتعرضش للإشعاعات دي تمام كده؟ ما لكش دعوا بالجوزيناء هنتكلم عنه وكمان شوية أشيلوا كده عدم التعرض للإشعاعات النووية جوزيناء كده ما لكي من حضرتك حتا دقيت عدم التعرض للإشعاعات النووية أنها لك ترتدي الملابس الواقية من الإشعاعات والقفزات عند التعامل مع المواد المشعة أنه أكيد لما تيجي تدفن النفايات المشعة تمام؟ تبعدها عن مجرى مية وأنت بتدفنها تبعدها عن مجرى المية الجوفية عشان ما لا تتعرضش للإشعاع وكمان أنك تدفنها في منطقة مستقرة يعني بعيدة عن من؟ عن الزلازل حتى لا تنتشر النفايات في المحيطة وكمان ما تلقيش مية عدم إلقاء مياه دبريد المفايات النووية في البحار والمحيطات قبل تبردها عشان تمنى حدوث أي دلووس حراري يواجه لقاطل الأحيال البحرية ونحن نتخلص من النفايات النووية بعيدة الطرق اعتمادا على قوة الإشعاعات السادرة منها فالنفايات لزيد الإشعاعات القوية تدفن على عمق كبيرة والنفايات لزيد الإشعاعات الضعيفة تدفن في بطل الأرض بعض أحضرتها بطبقة من الأسمنت أو الصخور في لقطة مهمة بعد أن أتكلم مع حضرتك عليها تمام؟ لأي عبارة عن نسبة الإشعاع إلا كنت بشير على حضرتك دا بص أولان هديكم معلومة مهمة جدا 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 إن فيه حاجة اسمها وحدة قياس الإشعاع المنتص قالك إن وحدة قياس الإشعاع المنتص وحدة قياس الإشعاع المنتص تعرف بإسم السفرت اسمها يا ولاد دا جزء جديد من نازلого وظالة عليكم وشالن كان عندكم زمان اسمها الريم إلا أنا كنت أمهشلها من شواء ذلك اسمها السفرت دا الوحدة الدولية لقياس الإشعاع المنتص السفرت طيب الإنسان يقدر إلى أن يتعرض لأد أين سفرت قال لك العاملين في مجال الإشاعة الناس اللي شغالين في المفاعلات النووية يعني أقصى حاجة تعلق الإشاعة بيكون 20 ملي سفرت 20 ملي سفرت تمام كده؟ أما الجمهور العادي 1 ملي سفرت الجمهور العادي أقصى ده الجمهور الجمهور العادي 1 ملي سفرت والما 1 ملي سفرت 1 10 قس سالة 3 سفرت اخر حاجة عندك بتتكلم عن العوامل العوامل التي تتوقف عليها حدود الجرعة الامنة للإشاعات النووية حدود الجرعة الامنة للإشاعات النووية حدودها بتختلف طبعا لحاجات عدة أول حاجة عمر الشخص دي رقم واحد رقم اثنين الفترة التي يتعرض فيها الشخص للإشعاع والثالثة ورقم ثلاثة الجزء الذي يتعرض للإشعاع من الجسم وكذا الدرس الأول والدرس الثالث افتقى القاربية ونشط الإشاعي افتقى شكرا 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 شكرا